موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي طقس العرب في السعودية نرحبكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي درجة حرارة اعتيادية وحاول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة طقس مستقر في أغلب المناطق باستثناء بعض المناطق من غرب منطقة حائل ومرتفعة المدينة المنورة حيث تشهد حالة ضعيفة عدم الاستقرار الجو خلال الأسبوع الحالي أيضا تراجع فرص الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية مع بقاء فرصة الأمطار واردة في بعض النطاقات الضيقة والمحدودة من المرتفعات الجنوبية الغربية كالعادة صور الرقم الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المتوسطة والعالية في المنطقة الجنوبية الغربية ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية ننتقل الآن وإياكم لتوزيع درجات الحرارة وتوزيع الكتل الهوائية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس حيث يلاحظ استمرار لسيطرة الكتلة الهوائية حارة في المنطقة الغربية والشمالية الغربية تعمل على ارتفاع على درجات الحرارة وتقص حار في عموم مناطق المملكة خلال الأسبوع الحالي لكن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها خاصة بالمنطقة الشمالية الغربية نتيجة الامتداد لمنخفض البحر الأحمر في تلك المنطقة خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع والتالي ترتفع درجات الحرارة امتداد هذا المنخفض الجوي يعمل على النشوء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي فوق المرتفعات المدينة المنورة ومنطقة خرب حائل وبعض أجزاء من مرتفعات تبوك خلال الأسبوع الحالي تعمل رفض البعض زخات الأمطار الخفيفة من جهة أخرى يتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة السطحية في المنطقة الشرقية خلال الثلاث أيام القادمة تعمل على التشكل الضباب والضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر سرعا ما سيتلاشى بعد شروق الشمس نذهب الآن وإياكم إلى العاصمة الرياضة والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود تقصص مع 26 درجة مئوية أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأثنين 38 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 27 يوم الثلاثة 39 إلى 27 ويوم الأربعة 37 درجة مئوية أما الصغرى 25 درجة مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر